أكد تجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في اتخاذ خطوات عجلة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهر قيمة العملة الوطنية وشدد إصلاح مأرب في بيان على ضرورة إصلاح الاختلالات الإدارية وتجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتفعيل الدور الرقبي والمحاسبي وتقليص النفقات الحكومية بالعملة الصعبة وقال إصلاح مأرب إن طول أمد المعركة يضاعف من معاناة المواطن ويضاعف إجرام وانتهاك ميليشيا إيران والتمرد الحوثية بحق المواطن وهو ما يحتم التحرك الجاد لحسم المعركة في مختلف الجبهات وهب إصلاح مأرب برؤوس الأموال ورجال المال والأعمال ببذل جهود مكثفة في تلامس احتياجات المواطن والتخفيف من معاناته اشتركوا في القناة